السلام عليكم مساء الخير على الجميع ونهار طيب مباركة متابعي جديد أحوال الطاقس إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة ليوم الخميس الثامن والعشرين من شهر مارس الفين وتسعة عشر إذن وكما مبين في الصورة وتتابعون معي متابعينا الكرام ستبقى الأجواء الجزائرية غائمة مع عبور السحب على المناطق الغربية الوسطى والشرقية بالإضافة إلى المناطق الصحراوية الوسطى بعد ظهيرة يوم الخميس ستميز المناطق السحلية الشرقية بعض الأمطار على ولايات الطرف أيضا عن نابا سكيكدا جيجي القسنطينة ميلا وشمال ولاية باتنا بالإضافة إلى السوق هراس وقلمة ستكون الأجواء تقريبا صحوة وستكون مستقرة تدريجيا بحول الله تعالى على أقصى الجنوب تبقى باقي المناطق الصحراوية الأخرى على وقع السحب الكثيفة العابرة لكن دون فعالية سنشهد فقط بعض القطارات من الأمطار شمال ولاية تمراصد بالإضافة إلى شمال ولاية إيليزي أما المناطق الغربية فستكون غائمة مع عبور السحب كما قلت دون فعالية لكن سنسجل بعض الأمطار المتفرقة على ولاية تلمسان الرياح ستكون شمالية على المناطق الساحلية بحول الله تعالى وتكون معتدلة إلى متوسطة بحول الله تعالى أما الرياح على باقي المناطق فستكون تقريبا أيضا قليلة النشاط خاصة على الجنوب الشرقي بحول الله تعالى درجة الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع طفيف في درجة حرارة خاصة بأقصى الجنوب والمناطق الساحلية الغربية أما باقي المناطق فستكون باردة نسبيا على المناطق الشرقية الوسطى والساحلية بالإضافة إلى شمال الصحراء إن شاء الله متابعين الكرام سنوفيكم بجديد أحوال الطقص وجديد التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته